بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي المشاهدين قناة نادي الأهلي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس النهاردة وكالعادة عندنا ملفات مهمة وكتيرة جدا عندي كمان الحياة بعض النقاط اللي عايز أوضحها لجماهير النادي الأهلي علشان يمكن احنا هنا في البيت الكبير بنحاول أو بنرصد على قد ما بنقدر طبعا كل كبيرة وصغيرة بنعرضها أو بنحاول نعرضها للمشاهدين الحقيقة حبدأ بأول حاجة ويمكن أنا كلمت فيها مبارح مع حضراتكم ولكن لم تكن باستفادة صفحات كتيرة جدا مهم جدا الموضوع ده الموضوع ده مهم جدا 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 لأنه أنا بقالنا حوالي 4-5 تيام بنرصد بعض الصفحات بعض الصفحات التي تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي وتحديدا على الفيسبوك وبتدعي أنها صفحات منتمية للنادي الأهلي وبيخشها ناس كتير خدوا بالحضراتكم بتدعي أنها منتمية للنادي الأهلي وبتدور على مصالح النادي الأهلي لكن في الحقيقة هي سم قاتل أيوة سم وقاتل هذه الصفحات هدفها الوحيد أو من وجهة نظرنا هدفها الوحيد وهدفها الأساسي والرئيسي اللي خرجت من أجله وإحنا جبنا الصفحات دي طالعة منين ومين اللي عاملها هو ضرب النادي الأهلي وإفشاء الفتن داخل جدران النادي الأهلي بالتحديد ضرب استقرار فريق كرة القدم وطبعا حضراتكم عارفين الباقي لصالح البعض الآخر بعد ما لا يشجع النادي الأهلي خدوا بالحضراتكم دلوقتي في لعبة قدرة بتتعمل على الفريق وعايزين يستغلوا جماهير النادي الأهلي ولكن جماهير النادي الأهلي الحمد لله والشكر لله هي جماهير وعية بس هو بيحاول في ظل أن يعني ربنا ما وفقناش في المباراة الأخيرة أمام في كاس مصر وبالتالي البعض بيحاول يرمي في النص مثل هذه الأمور علشان يهاجم الفريق ومسؤولي النادي بيهاجم لاعب الفريق وأنا حكيت لحضراتكم جزء صغير من اللي حصل فتلاقي إيه؟ يحط لك يقول لك الشناوي ده أعظم لاعب أو أعظم حارس مرمى يجي مثلا على اسم أي حد تاني من اللاعبين ويقول لك عليه إيه؟ أيوة بس هو متهور مثلا بيشوت الكرة من تحت لازم نشده لازم نشتمه لازم ننتقده لازم يمشي نشوف غيره كفاية عليه كده كفاية على مين؟ كل ما يحدث في هذه الصفحات أنا مش قادر أحطها لحضراتكم لأنها لو حطتها يبقى أنا بشيرها ولكن هي صفحات واضحة بأسماء صفحات النادي الأهلي أو صفحات تنتمي أو أعتقد أنها تنتمي لجمهور النادي الأهلي وهي صفحات كبيرة جدا جدا والأعداد فيها كبيرة جدا الصفحات التانية حتى كتبين الاسم بالعربي لأنه لازم تاخدوا بالحضراتكم لأنه محدش هيعرف يجيب الاسم الأصلي لأنه بقى ملكية فكرية فمحدش هيعرف يجيب الاسم الأصلي زيه فهيعملوا بالعربي يعملوا باسم تاني ولكن حب جماهين النادي الأهلي الشديد أي حاجة فيها أهلي بيعمل لايف ويخش ويشوف بس أنا بحاول أورع طبعا بعد كده بيفهموا أن الكلام اللي بيتحط على الصفحة ده كلام ضد النادي الأهلي وضد إدارة النادي الأهلي خد بال حضرتك هنا دول بعد من لا يشجع النادي الأهلي بيعمل هذا الأمر وأنا عندي دليل وإثبات لهذا الأمر صفحة من هذه الصفحات أنا عارف هي بتاعت مين أو مين اللي بيمولها فهم بعد من لا يشجع النادي الأهلي مرهمش علاقة بجمهور الأهلي خالص خلي بقى لحضراتكم من الكلام اللي أنا بقوله عشان ما حدش يطلع يقول لي أنت جمهور لا أنا باتكلمش على جمهور الأهلي أنا باتكلم أن الناس اللي بعد من لا يشجع النادي الأهلي في ظل الظروف اللي بيمر بقى الفريق من إجهاد وإصابات كثيرة ومدير فن جديد والإدارة وإن الإدارة وقفة مع الفرق أو كل حاجة عايزين ييجوا في النص كده ويعملوا فرقة دلوقتي ليه؟ عشر مطشاط إن شاء الله ربنا يكرمنا في العشر مطشاط القادمة العشر مطشاط القادمة تلاتين نقطة ربنا يكرمنا بيهم بعد كده لكل حدث حديث بس خدوا بقى لحضراتكم من هذه الأمور تلاقي إيه؟ كلمتين حلوين على حد في مجلس الإدارة وحد تاني يقول لك أصل ده بيخبط في سيد عبد الحفيز وده بيعمل في فلان وده بيخلي في فلان خلي بقى لحضراتكم من هذه الأمور كلام هو باين إن اللي كاتب ده مش أهلاوي واضح يعني فكل جمهور النادي الأهلي أنا لساعات بقرأ التعليقات في هذه الصفحات بشوف إن الجمهور الأهلي الواعي الحقيقة بيعمل بيخش يقول لهم أنت هجس ولا أنت كذا 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 بس في ناس موجودة الحقيقة فأنا بس بحب إن أنا أحذر من مثل هذه الصفحات وإن إحنا ننصاق وراءها في اللي بيحصل أنا عارف إن أنتوا أكيد زعلانين من النتائج وعلى فكرة أنا مش مختلف مع حضراتكم في هذا الأمر زعلوا لأن النتائج سلبية في الفترة الأخيرة ولكن إحنا ثقافتنا ثقافة واحدة وهي ثقافة الفوز والانتصارات فقط عارف إن جمهور النادي الأهلي كما هو المعتاد يعني لا تقبل إلا بالفوز والانتصارات وإن حضراتكم عايزين اللاعبين يبقوا متواجدين في كل الألعاب بالمناسبة والنهاردة برضو في الأخبار سأقول لحضراتكم إيه اللي حصل في النادي والتواجد المستمر دائما على منصات التتويق في كل الألعاب ولكن احضروا هناك من يسعى لاستخدام جماهير النادي الأهلي المخلصة والوفية في الوقيعة بينكم وبين كل ما ينتمي للنادي الأهلي صفحات غريبة بتظهر للنور معروف مين اللي وراها ومين اللي بيحركها ولكن زي ما قلت لحضراتكم كل حاجة الحمد لله الحمد لله عندنا ناس محترمة بتحب النادي الأهلي من قلبها وبتحب النادي الأهلي بإخلاص وضمير فأقل من 20 ساعة بس ظهرت صفحتين صفحتين تحت اسم النادي الأهلي شمعنا دلوقتي بيحصل هذه الأمور شيء واحد بس استقرار هدم استقرار مش الفريق فقط النادي الأهلي لأن النادي الأهلي في عز الأزمات اللي حضراتكم شايفينها وفي عز الأمور اللي حضراتكم شايفينها دي النادي الأهلي ماسك نفسه والنادي الأهلي الناس بتخاف منه برضه بيسلوه محمر عشان الله أحمر بيخوف شكرا للمشاهدة